اللي كنت أشرت إليه منذ قليل وتوجيهات سيادة الرئيس مش بس في إطار إنشاء أكبر مركز في المنطقة لزراعة الأعضاء إنما أيضاً في عدد من أمور الأخرى وده كان خلال اجتماع السيد الرئيس النهاردة مع دكتور مصطفى من بولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الصحة والسكان ورئيس الهائلة هندسية القوات المسلحة ومدير إدارة الأشغال العسكرية خلال هذا الاجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وكذا تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة بما يحقق دخلاً إضافياً للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية